السلام عليكم ورحبا بكم جميعا يا توانسا اللي تشوفوا فيها في الفيسبوك برقيات سريعة في أقل من دقيقتين عن أهم أخبار حزب تيار المحبة نعرضها عليكم في الفيسبوك لأنكم ممكن مش بتشوفوها في التلفزة الوطنية ولا في القناة الثانية ولا في 99% من الفضايات والإذاعات التنسية الخاصة يوم الجمعة بحول الله بعد صلاة الجمعة عندنا مؤتمر صحفي باش تتكلم فيه رئيس المكتب السياسي عضو مجلس مابل الشعب الأخترين الثائري باش تبين فيه موقف الحزب الرسمي من النقاش حول تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد وكذلك من قانون المصالحة الاقتصادية وكذلك من العمليات الإرهابية التي تجري هذه الأيام بشكل لافت في الغرب والتي تتسطر باسم الدين وتشوه في سمعة العرب والإسلام والمسلمين في نفس الوقت كان فيه اجتماع للمكتب التنفيذي لحزب طيارة محبة أمس وقرر تكليف الأخترين الثاري باش تقود وفد من قيادات الحزب باش تبلغ تزور عائلته الشهيد محمد أمين السبلاوي الجندي اللي استشهد في السمامة قبل أيام في جبل السمامة وباش تعزي عائلته الله إن شاء الله يرحمه وينعمه فاكرين إنه الجندي هذا اللي قدم روحه لتونس ما حضر حتى حد من المسؤولين الرسميين في جناسه نهائيا بينما لما كان فيها افتتاح مقهى الواحد من جمعات نيدة تونس حضروا خمسة وزراء وحضروا المدير الدوان الرئاسي وولد الرئيس الحاجة الأخيرة اللي نقولكم عليها هو مازال مصر حتى شايفك الأخبار نتعت إنه الراس يتباع في البرلمان بخمسين مليون وشي ما صار طلبت التحقيق ولتحقون الأخبار هذين صحيحة ولا غلط نحبو نعرفه لا نريد أي شيء آخر نحبو نعرفه التومة ثم حتى التحقيق وذلك الأخبار اللي قيلت كذلك والمزاعم التي صدرت أنه ثم بعض وزراء يستغلوا في منصبهم باش يبتنزوا رجال أعمال باش يدبرونهم فلوس لصالح الحزب متاعهم طلب التحقيق في الموضوع من الأحبيب الصيد من الرئيس الجمهورية من التحالف الرباعي من البرلمان رهو ما صار حتى الشيء معناها يا توانسر رأي الأمور بصراحة شديدة ماشية من سيء إلى أسوأ لكن أتعس شايف الموضوع ولا أختم به أنه حصل شركات استطلاع الرأي في تونس رغم كل الهم والميزيريا والتخلف والتراجع والديون والارهاب والفساد اللي غارجة في تونس يقولوا لو تجرى انتخابات اليوم أنتوما شعب تونس الكريم المحترم باش تنتخبوا نفس الناس اللي وصلوا تونس لهذه الوضعية باش تعودوا تنتخبوهم شيء حير والحقيقة شيء يجعل قلب وشيء يألم خليكم تفكروا فيه براحتكم وشكرا لكم على الاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته